موسيقى جولتنا الصحفية القصيرة مشاهدين لهذا اليوم خصصناها للأخبار المنوعة والبداية من صحيفة الاتحاد الإماراتية التي نطالع منها استخراج مصباح بقي 11 عاما في بطن شاب جاء في تفاصيل الخبر عثر أطباء في السعودية على مصباح في بطن مقيم آسيوي بعدما ظل في بطنه نحو 11 عاما الشاب لجأ إلى طوارئ المستشفى وهو في حالة إعياء وغثيان يصحبها ارتفاع في درجة الحرارة ليتم إخضاعه لفحوصات شاملة فتبين للأطباء وجود جسم غريب في بطنه إلى صحيفة الإمارات اليوم مشاهدين التي اخترنا منها لكم رجل يدفع حياته ثمنا لتأخر وصول صحيفة مجانية إليه لقي رجل حطفه في بلدة غربي ألمانيا وتم احتجاز آخر بعد شجار دموي بينهما حول موعد توصيل صحيفة مجانية إلى منزل القتيل الشرطة قالت إن شكاوى القتيل المتكررة بسبب تأخير استلامه للصحيفة المجانية قد خرج عن نطاق السيطرة عندما دفع موزع الصحيفة إلى إشهار سكين وطعن الرجل بها عدة مرات إلى صحيفة النهار اللبنانية مشاهدين التي عنونت بين صفحاتها أرادت أن تلتقط صورة مثالية لقرطاس بوضة فأتى من أفسدها جاء في التفاصيل أرادت فتاة أن تلتقط صورة لقرطاس بوضة للذكرى أمام أحد مناظر الطبيعة وحبت أن توثق هذه اللحظة فبعدما أمسكت القرطاس وبدأت في التقاط الصور أطل طائر النورس والتهمه خيتام هذه الجولة الصحفية القصيرة مشاهدين من صحيفة القبس الكويتية وحدائق بورصة التركية تزهو بـ 26 مليون زهر زرعت بلدية ولاية بورصة تركية حدائق ومتنزهات الولاية بـ 26 مليون زهر مع قدوم فصل الربيع وزرعت البلدية 13 مليون زهر صيفية وثمانية ملايين زهر شتوية وأربعة ملايين زهر توليب ومليون زهر خزامة ونرجز اشتركوا في القناة